أفشلت ميليشي الحوثي مبادرة جديدة لكسر الحصار المفروض على مدينة تعز للعام الثامن على التوالي ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر قولها إن المبادرة التي تبنها وسطا بينهم رجال أعمال ووجهها اقترحت فتح طريقين تؤديان إلى المدينة إحداهما تؤدي إلى ضاحية الحوبان والأخرى عبر محافظة الأحج أشارت المصادر إلى أن المبادرة قوبلت بترحيب من الحكومة ودعم من مكتب المبعوث الأممي هانس جردبورغ إلا أن الميليشيا تهربت كعادتها وأصرت على استمرار حصارها وعدوانها